هذا وقد نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أيضا بخالص الحزن والأسى شهداء مصر الأبرار من أبناء القوات المسلحة الباسلة الذين اغتلتهم يد الإرهاب والغدر في غرب سيناء وأكد وزير الأوقاف أن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد المصريين إلا إيمانا بالوطن واصطفافا خلف الرئيس وقواته المسلحة الباسلة كما أنها لن تزيدنا إلا صلابة وإصرارا على استئصال شأفة التطرف والمتطرفين